أمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي هو الآخر كان قد تحدث بعد انتهاء الاحتفاء نتابع ماذا قال اسمح لي في البداية أن يشكر صاحب اسمه الملك الأمير خالد الفيصل على الحضورة وتشريف أهلنا في هذا الحفل أنا أعلم شخصيا أن الأمير خالد الفيصل ما وصل جده اليوم إلى الساعة 7 المغرب بعد رحلته للطايف تقريبا 400 إلى 450 كيلو كان في السيارة الله يحيه شرفنا اليوم بهالحضور شيء الثاني الرجل المكرم وهذا أقل ما يقدم له شفنا اليوم جميع عن دية الوطن أو غالبية عن دية الوطن كانت حاضرة من جميع مناطق المملكة رياضيين وإعلاميين كلنا على قلب رجل واحد اللي يتكريم رجل أسهم مساهمات كبيرة في خدمة هذا البلد في مجال الرياضة والشباب فأحمد الله على هذا الحضور والله أنا شخصيا يعني في لحظاتها كنت خايف من عدد الحضور أنه يحدث أي غلل لك الحمد لله رب العالمين أن الحفل كان على ما سمعت طبعا شهادة مجروحة أنه كان الحمد لله جيد وهذا اللي يهم الله الحمد لا حدث بيني بين الأندية اللي مشارك في دوريزين اتصالات اتصلت فيهم جميعهم حذر اللي حذر اعتذر اللي اعتذر لظروف خاصة لكن أنا متأكد حتى الأخوان اللي اعتذروا عن حذر الحفل لظروف خاصة أجبرتهم على الغياب لكن هم كانوا متشوقين لتكريم الأمير سلطان أكثر من أنا أحنا شخصيا لكن له العذر معهم أنا أبلغت الأمير سلطان باعتذار بعض الأخوة اللي كانت الظروف خارج عن إرادتهم فالحمد لله اللي بقوله أنه شفنا اليوم مثلا حكومني رئيس نادي الأهلي شفت الأخ المهندس إبراهيم علوان اللي أتحمد له بالسلامة أولا كنا كلنا رئيس نادي الاتحاد كنا كلنا على قلب رجل واحد كلنا نرتدي شعار الوطن لتكريم سلطان بن فهد فهذا ندل على شيء والله الحمد لله أن رياضتنا بخير رجالات الرياضة أرفع وأرقى من أي طرح ممكن يحدث سوى في الملعب أو خارج الملعب من بعض سوى جماهير أو قلة من الجماهير أو قلة من الإعلام فالحمد لله هذا كله يدل على معدن الشعب السعودي وهم شعب وفي للقيادات والحمد لله نحن في النادي الأهلي زي ما ذكرت أخوه رجالهم أكل أول ولا هو الأخير إن شاء الله فهذا ديد الأهلوي الوفاء للجمهة ترجمة نانسي قنقر